موسيقى دولياً الإمارات العربية المتحدة ترحب بانضمام عدد من الدول للتحقيق في عملية تخريب السفن وفي الرياضة بعد أحداث المباراة التي جمعته باتحاد طنجة اللجنة التأذبية تغرم فريق الوداد البيضوي أهلاً بكم البداية من المغرب إذ أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تغيير موعد إجراء اختبارات الامتحان الجهوي الموحد لسنة الأولى من سلك الباكالوريا والامتحان الجهوي للأحرار دورة 2019 وأضافت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية إلى علم عموم المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك الباكالوريا وكذا الامتحان الجهوي للأحرار دورة 2019 المقرر يومي السابع والثامن يونيو 2019 أنه نظراً لاحتمال حلول أول أيام عيد الفطر يوم الخميس السادس من يونيو فقد تقرر برمجة إجراء اختبارات هذين الامتحانين الجهويين يومي السبت الثامن من يونيو والاثنين العاشر من يونيو وذلك ضماناً لاجتياز كل المترشحات والمترشحين لهذا الاستحقاق الهام في ظروف جيدة ألغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقتداً من مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب يلزمه بإصدار أوراق مالية أمازيغية كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي وعاردت الحكومة والأغلبية وحزب الاستقلال هذا المقتدا في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون التي نظمت أمسي في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وسند درورة إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية كل من برلمني في درالية اليسار الديمقراطي وبرلمني حزب الأصالة والمعاصرة مستهل الأخبار الدولية من الإمارات العربية المتحدة التي رحبت اليوم بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة لتحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات والسعودية والنرويج بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن حرص الشركاء الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى نتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات من وراء هذا التحقيق وأضافت الوزارة أن التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة كما أكدت أنه ومع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه وسيستغرق ما يلزم من الوقت وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية دولياً دائماً أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمسي أمام البرلمان إمكانية تنظيم استفتاء ثاني بشأن بريكزيت والبقاء فاتحاد جمركي مؤقت مع الاتحاد الأوروبي وقالت ماي للنواب إنها الفرصة الأخيرة لإيجاد وسيلة تلبي رغبة البريطانيين الذين صوتوا بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد وأعلنت ماي أن مشروع القانون الذي سيعرض على النواب في مطلع يونيو القادم يعطي ضمانات إضافية حول حقوق العمال وحماية البيئة وهو ما كانت تطالب به المعاردة العمالية رياضيا أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية غرمت نادي الوداد البيضوي بمبلغ مالي إثر أحداث الشغب التي عرفتها مباراة اتحاد طنجة وكان الحكم ردوان جيد قد اضطر إلى إيقاف المباراة في مناسبتين لبعض الدقائق بسبب رمي فئة من جمهور الفريق البيضوي بالقارورات الفارغة على اللاعبين اشهد اللقاء أحداثا مؤسفة وتم تغريم الفريق الودادي بمبلغ 20 ألف درهم لاستعمال جماهره الشهبة الاصطناعية خلال المباراة كما غرم بمبلغ 10 ألاف درهم لرمي جماهره القارورات على أرضية الملعب نبقى مع الرياضة إذ خاض فريق بارشلونا مرانه صباح اليوم ضمن تحضيراته لخوض مواجهة فالنسيا السبت المقبل في نهائي كأس مالك إسبانيا وقالت صحيفة ماركا الإسبانية اليومين البرازيلي فليب كوتينيو شارك مع المجموعة في المران ويأمل في المشاركة في المباراة بعد تعافيه من الإصابة وأشالت الصحيفة إلى أن عودة كوتينيو بمثابة النبأ السال لفالفيردي لسيما بعد تأكد غياب لويس وارز ما سيسهل من مهمته في اختيار خط الهجوم للقاء مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة للمزيد من الأخبار زور موقعنا الإلكتروني كذاكات وانتفي شكرا لكم على حس المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة